السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. زي ما عدتكم النهاردة ان شاء الله هقول لكم ازاي نستقبل البط الطريقة الصحيحة لاستقبال البط علشان ما يجيش له اي فيروسات ولا اي مشاكل سواء تنفسية او معوية او يبقى عرضة لا اي مشاكل او عدوى من اي حد. طبعا البط لسه طلع ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. البط دوت هي امهم تعتبر مجنسة بس هي ميلة اكتر للبلدي. فعشان كده تبط زنط خالص شكله بلدي يعني. اه انا حطلهم علف ولكن انا باستقبلهم هعمل لكم دلوقتي اه الطريقة الصحيحة للاستقبال من ناحية الادوية اللي تتحطلهم في المية. اول ما اطلعوا معيك تأكليهم ايه وتسقيهم ايه. اه والفيديو اللي جاي بعد كده ازاي نأكلهم من غير علف خالص. اه اللي انا حطاه علف دوت علشان يعني ايه ما كنتش لسه جهزت لهم الحاجات اللي انا هحطه علف مستقبلهم عليها. وبعدين مفيش مشكلة ابدا من اننا نجيب لهم مثلا كيلو او اتنين كيلو او كيلو ونص علف حسب الكمية اللي عندك. علشان اسسهم برضو لان العلف مهم. بس احنا مش هنستخدم علف اكتر من من كده طول الدورة بتاعة تربية البط. البط من الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن تربيها على حاجات بسيطة خالص من عندك من البيت وتوصلي الاعلى الاوزان. وطبعا انتم معارفين كل الفيديوهات اللي موجودة عندي على القناة التربية بيتي. انا بربي البط وبشير من عنه العلف من من هو صغير. فممكن نشيره بقى دلوقتي من هو اصغر كمان. ونهتم بالخلطات والوصفات والحاجات اللي بتزود الوزن من غير علف خالص. اه علشان يبقى متكلف اقل اقل تكليفة ممكن تتخيليها. النهاردة هنستقبل البط بتاعنا اه على مضادة حيوي. بس قبل ما نحط المضادة الحيوي لازم لازم تعمليله الاستقبال ده. اما ان انت تحطي محلول معالجة الجفاف على المية كيس على لتر مية او على نص لتر مية. على اقل الستة الساعات الاولانيين. لان بيبقى طالع الكاتكوت بتاع البط طالع ضعيف. اه يعني عمل مجهود جبار على بالمخرج من البيضة. فده عمله اجهاد. فالمحلول معالجة الجفاف ده بيعوض الموضوع ده. مفيش عندنا محلول معالجة الجفاف. ممكن معلقة عسل اسود معلقة واحدة بس على لتر المية. او ممكن كمان لو انت عايزة بقى يعني تعزم البط بتاعك ويبقى ما شاء الله سمن وطاري من اول يوم. اه تحط معلقة عسل اسود وعليها معلقة زبادي والدوابهم في بعض كويس او والدوابهم على المية. انما المضاد الحيوي اللي هنستخدموا ليهم علشان نحميهم من الفيروسات وسواء المشاكل المعاوية او التنفسية. انا عندي بان فلور كنت جايباة علشان الفراخ البيضة. اخدت منه لمدة اربعة ايام بس ففاض منه. اللي كافيني ليه البط بتاعي ما شاء الله. بنحط صنطي واحد على اللتر بان فلور بيتاري. ما عندي كيش او مش عايزة تشتري. لو عندك فلموكس بشري خمسمية. بتحطي كابسولة على اربعة لتر مية وبتحطي ليهم منها كل يوم لمدة اربعة ايام. وبرضو البان فلور ده بنحط صنطي على كل لتر لمدة اربعة ايام. اربع الى خمس ايام بس كفاية قوي مضاد دحاول البط. اه ممكن ترجيبي من عند البيطاري بان فلور وكولستينة علشان المعوي. لان البط بيحتاج حاجات للمعوي. بس انا بكتفي بالفلاجيل لان انا بستخدم الفلاجيل بعد كده. كل مثلا بعد ما يكمل اسبوع ببدأ ان انا هحط الفلاجيل يومين. كل يومين بحط ارس. ومستخدمتي الفلاجيل دوت هتدعيلي لان البط بتاعك ولا هيجيلك ساح ولا هيعية ولا هي يعني هتبسط ليه عنده اسهالات شديدة والكلام كل الحاجات اللي الناس بتشتكي منها في تربية البط دي مش هتلاقيها لو استخدمتي ارس الفلاجيل دوت بانتظام ارس واحد اه خمسمية بشري بحطه على اربعة لتر مية لمدة اربعة ايام لو هم عينين لكن لو هم مش عينين بحطه على اتنين لتر مية كل يومين تمام انا بقى حطت لهم الاكل وحطت لهم ولامهم حطت لها الاكل هي كمان بحط لها هي لوحدها اكل شكل وهطلهم هم اكلهم زي ما هو بخليهم معاها ليه بقى لان هي هتدفيهم وهتريحني من شيء وحط وعد ادفي وعد اعمل لا البطة هتريحك قوي قوي في ان هي اللي هتحضن لك ولادها وهتعرف تدفيهم كويس ده هيريحك كتير جدا لما تسبيهم معاها ويكون معاها في مكان لوحدهم مفيش اي حاجة تانية معاهم فده هيبقى حلو جدا جدا ليكي بتحطي للبطة ميتها واكلها لوحدهم ولولدها اكلهم وميتهم يا طبعا بتاكل وتشرب مع ولادها علشان بتعلمهم ولكن برضو بتبقى بتاكل من الاكل التاني يعني بتحافظ على الاكل ده لولدها هي هي يا ما شاء الله بتبقى يعني ايه الوحدها كده تبقى شطرة استقبلت البطة على بنفلوروكولستين استقبلنا البطة على بنفلوروكولستين لمدة اربع تيام او بنفلور بس او فولوموكس بس مفيش مشكلة بعد كده بقى بعد الاربع تيام دول بنبدأ ندي للبط فيتامينات واملاح ومعادن دي حاجات مهمة قوي لازم تحطيها للبط علشان يجيب معاكي اوزان كبيرة وعالية من البداية خالص لازم تكوني عاملة كده انتظروا الفيديو اللي جاي هقولك هنأكل البط من غير عالف ازاي اه انا كده كلمتك عن كل حاجة لاستقبال البط اهم حاجة بالنسبة للبط المكان يكون دافي لو انت مش هتخليهم معهم مع امهم او انت شارياهم من برا تدفلهم المكان كويس جدا وتزبطي درجة الحرارة ما يكونش فيه طيارات هوا ما يكونش فيه بلل المية تكون بعيدة عن الاكل علشان ما يبهدلوش الدنيا ويكون لهم مكان كده يناموا فيه دافي وناشف بعيدة عن المية دي اهم حاجات لازم تعمليها للبط فهو لسه صغير من اول يوم اتناني يكون الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته